عقب انتهاء الاستماع إليه في قصر عدل بيروت أصدر حاكم مصر في لبنان رياض سليم بياناً قال فيه إنه حضر جلسة دعي إليها قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة القاضي شرب الأبو سمرة من دون رفقة المحامي كمستمع إليه لا كمشتبه فيه ولا كمتهم واحتراماً منه للقانون وللقضاط معلناً في الوقت نفسه تحفظه لوجود القاضية لناسكندر لأنها خصم وذلك عملاً بمبدأ المساواة بين الفرقاء وأضف السليم في بيانه إنه أكد خلال الجلسة على الأدلة والوثائق التي تقدم بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها ويتبين من هذه الوثائق والكشفات أن المبالغ الدائن المدونة في حساب المقاصة المفتوحة لدى مصرف لبنان الذي حولت منه عمولات إلى فوري كانت قد سددت من جهات أخرى ولم يدخل إلى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان وقال سليم يتبين من هذه الكشفات أن التحويل إلى الخارج الخاص بمصدرها حساب الشخصي وتابع لمست ولأكثر من سنتين سوءانية وتعطشاً للدعاء علي تبنتها بعض الوسائل الإعلامية والتجمعات المدنية منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج بمواكبة بعض السياسيين من أجل الشعبوية اعتقاداً منهم أن هذا الأمر يحميهم من الشبهات والاتهامات أو أنه يساعدهم على التطميش عن ماضيهم أو يعطيهم عذراً لإخفاقاتهم في مواجهة الأزمة وحلها متناسين أن الأوطان لا تبنى على الأكاذيب بحسب بيان سلمة